أنا ذكرتها المرة الماضية ونعودها لكم في الـ 2013 جابوا فرنسا إلى شمال مالي قتلوا آلاف ما بين قتيل وجريح من الأزاوديين اللي هم سكان شمال مالي والتسمية الأزواد هذا هو التسمية الحقيقية والتاريخية وشرد عشرات الآلاف وبعض الناس يقولوا مئات الآلاف قامت بها فرنسا بدعم من العصابة أنا ذاك اللي كان يقودها ابو تفليقة وقيد صالح وأدى هذا إلى تدمير وأدى إلى تكسر حياة الناس وإلى اعتقالات واختطافات واختصابات وتدمير حياة الناس بشكل رهيب ومع ذلك عادت المقاومات في الأزاودي واسترجعت بعض حقوقهم ووصلوا إلى اتفاق الجزائر 2015 الآن العصابة اللي راي تحكم في الجزائر راهي تدعم في روسيا ممثلة في فاغنر كانوا عملاء لفرنسا لما فرنسا ضعفت وخرجت وطردت ولو عملاء للروس والروس فاغنر وفاغنر راهي أقدمت على قتل الناس على اختصاب نساء على قتل أطفال على خطف أطفال على قتل آئمة ورجال على فضايع في هذه الأسابيع الأخيرة على نهبهم وهم المفقرين مساكين هناك وراها فاغنر والجيش المالي والنيجيري والبركينابي هالثلاث جيوش راهي تتلقى اللوجيستيك من عند المخابرات الإرهابية من عند جنرال شنغريح يرام يتعون في المزوت يتعون في الإسانس ويتعون في الأكل لأن ما بين مالي ما بين باماكو والشمال مالي أكثر من 1200 كم إلا مش 1500 كم وبالتالي باش ينقلوا الأكل واللوجيستيك والمازوت والإسانس والكروزان صعب جداً بينما من تينزاواتين ولا تيمياوين ولا من تامراست يعني إذا كنت على الحدود هي بضع مئات من الكيلومترات 200 كم و3 كم مش هذا فقط راهم يعتقلوا في الأزاوديين لجوهر بل الجزائر راهم يقدموا في معلومات استخباراتية لفاغنر والجيوش الأفريقية راهم يعتقلوا في جزائريين تعاطفهم على الأزاوديين لأنهم ولاد عمهم ولاد خالهم إلى آخره واللي ما يعرفش الأزاوديين هلين عاود نكررها الأزاوديين هم قبائل ترقية وعربية وفلانية وبعض الأفارقة يسمون ويسكنون الأزاودي ومالي تريد أن تبقى هذه الأزاودي تحت استعمارها تحت سيطرتها وخرجت على اتفاق الجزائر ليعطي للأزاودي نوع من الاستقلال الذاتي موسع شينغريحة لأنه يقود الجناح الروسي في الجزائر يقدم خدمات هائلة لفاغنر وللروس هناك بالرغم من أن الروس أعطاهم صفعة في البريكس وخرج وزير خارجي الروسي يقول بصريح العبارة البلدان اللي ضمينهم البريكس هم اللي عندهم هيبة عالمية وعندهم وزن على الساحة العالمية بمعنى أنتم ومعنكم حتى شيء وبالرغم من أن الروس الآن رغم يقولون لهم عن نش سلاح نبيعوه لكم وروحوا في البلدان أخرى أو شينغريحة رحسين باش يشري هم رحوا السفانيا باش يشرو هم رحوا الجنوب أفريقيا باش يشرو جيب سلاح برك والحقيقة هم واش باش يش سلاح باش أموال أخرى تهرى لكن الأخطر أن هذا يخلق قلاقل في الجنوب إخواننا في سكان الجنوب سكان الأزواد هم إخوانهم هم أولاد عمهم الحدود هذه حدود مصطنعة وبالتالي هذا زمان كانوا قبائل واحدة يعني من نفسها بل بالعكس كان جزائريين يحملون جنسية مالي في الشمال ويحملون جنسية جزائرية وأنا من هنا أحذر شينغريحة وجنيرالاتو من أنكم تلعبوا بالبلاد بتاريخ البلاد بالمجتمع بملايين الجزائرين في الجنوب وهذا قد يؤدي إذا ما تفاقت الأمور إلى تدخل خارجي راح يجيك ناس واحدة أخرين يجيه يقول لك أوكي راكاين إبادة للتوارج والعرب تقوم به فاغنر تجي أمريكا تقول لك أننا نجح حرب فاغنر هي ولا فرنسا ولا أوروبيين آخرين مما قد يعظم ويفاقم تدخل خارجي من هنا أحذر هذه الجماعة الإجرامية اللي يقودها شينغريحة ومن معهم الجنيرالات أراكم تلعبوا بالنار تزعمون أنكم تريدون استقلال الصحراء في حين أن لكنجون الحق الأولى بالاستقلال هو شمال مالي وشمال نيجر لماذا؟ لأنهم يختلفون مع باماكو ومع نيامي في كل شيء يختلفون في شكلهم في لونهم الأفارقة نيامي وباماكو يعتبرهم بيض ولديهم عنصرية ضدهم ويختلفون في الثقافة ويختلفون في اللغة وحتى الدين الإسلامي اللي هو مشترك يختلفون في تطبيقاته ومن هنا مرة أخرى وذكر جزائريين العصابة يتلعب بالأقصى الجنوب اللي يهمه هو نهب الذهب ومعنهم مش مشكل ينتقلوا من حجر فرنسا إلى حجر روسيا ولو كان غدوة تضطرهم الظروف ينتقلوا إلى حجر أمريكا أو أي حجر أو صين أو صين أو غيره المهم بالنسبة لي والبقاء في السلطة في الجزائر نهب الذهب قهر الجزائريين طلبة في جامعة تمراصة اعتقلوهم وهدوهم وكي يسجنوهم على الأقل أيام وقالوا لهم تتكلموا على الأزواد بعضهم ارفع عالم فلسطين وعالم الأزواد قال لهم لا عالم فلسطين لا عالم الأزواد قالوا لهم تكلموا على الأزواد كلمة وحدة تقدر تنتهي برصاصة والمحظوظ ممكن ينتهي في زنزانة ومن هنا هاني مرة أخرى ذكر الجزائرين ونحذى الجزائرين ولن أسكت بإذن الله مدام فيه نفس والله لن أسكت على المستضعفين وإذا كنا نقف مع إخواننا المستضعفين في غزة فمن باب أولى أن نقف مع إخواننا المستضعفين في الأزواد أو في شمال النيجر أو في الجناء الجزائر أو في أي مكان خاصة الأقربين إلينا واجب هذا وهو واجب إنساني واجب وطني واجب أخلاقي وواجب ديني